موسيقى السلام عليكم ما زالت رياح القيم والتصورات القادمة من الغرب المهيم تفعل أفعالها في مجتمعات الشرق الضعيفة وبعد سلسلة طويلة من أفكار وممارسات غربية تخلقت في رحم فلسفة لبرالية بعواصم الغرب تطير بحرية الإنسان وحقوقه فوق أي اعتبار آخر يأتي الدور اليوم على ظاهرة الشذوذ الجنسي وتقنينها الشذوذ أو ما يسمى تلطيفاً بالمثلية يحظى بدعم نخب سياسية وفكرية ومجتمعية في الغرب بينما سنت الأمم المتحدة مجموعة قوانين وتشريعات تنص على حضر التمييز ضد ما يعرف بالمثليين ومعاقبة جرائم الكراهية ضدهم ومنح الاعتراف بالعلاقات المثلية وتسهيل حصول الأفراد المتحولين جنسياً على وثائق رسمية تعكس جنسهم المفضل ولا شك أن الدول الضعيفة ومنها المنطقة العربية معرضة لخطر هذه الظاهرة تحت تأثير قوة الضغط الفكري والحضاري الغربي ولأن الأمر كذلك نتوقف في حلقة اليوم من حديث العرب مع هذا الموضوع لنبحثه وفق ثلاثة محاور أولاً إذا ما كانت هذه الظاهرة إفرازاً طبيعياً للفكر والفلسفة الغربيين أم هي انحراف عن جوهر الفلسفة الغربية وثانياً تأثيراتها على المجتمعات العربية أما المحور الثالث فنتطرق فيه إلى السبل والتدابير الكفيلة بتحصين المجتمعات العربية من رياح القيم الغربية العاصفة أهلاً بكم وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هكذا عبر أمير شعراء العربية أحمد شوقي عن أهمية الأخلاق حتى إن الأمم تصبح مهددة بالفناء إذا باتت بلا أخلاق ولعل ما تطرحه بعض التنظيمات والحكومات الغربية منذ سنوات عديدة عن الشذوذ هو أمر يفتح الباب أمام تساؤل ملح عن أصل الشذوذ وهل هو انعكاس حقيقي لثقافة الغربية أم هو انحراف عن أخلاق هذه المجتمعات وبعيداً عن جدلية المجتمع الغربي ومدى مقاومته للشذوذ أو دفاعه عنه فإنه من الواضح أن كثيراً من الحكومات الغربية لا تدافع فقط عن الشذوذ وإنما تحاول جاهدة الترويج له وإجبار المجتمعات على تقبله ولا سيما المجتمعات العربية والإسلامية بل إن المنظمات ذات الطابع الأممي باتت تمارس ضغوطاً سياسية ضد الحكومات التي ترفض السماح بالشذوذ ودعم الشواذ في مجتمعاتها إن محاولات نشر الشذوذ في المجتمعات العربية والإسلامية لا ينفصل بحسب باحثين عن محاولات تعميم القيم والثقافة الغربية قسراً على تلك المجتمعات محاولات لم تبدأ بنشر الشذوذ ولا تنتهي بمحاولة إفراغ الفكر الإسلامي من محتواه بحيث يقبل العقل الجمعي العربي والإسلامي عمليات إعادة تشكيله وفق ما تريده القوى الغربية وبحسب الباحثين إن لوثة الشذوذ التي تجتاح العالم مؤخراً وتسخر لها مؤسسات وإمكانات ضخمة لعلمتها ليست عبثية بالطبع إنما يراد منها تدمير ما تبقى من الأخلاق بوصفها حصون القيم والفضيلة التي تحمل أمم والمجتمعات ومن ثم يسهل اختراق تلك المجتمعات والسيطرة عليها بعد أن تضعف مقاومتها أو تتلاشى بفعل هذه الحرب اللا أخلاقية ليصل الأمر بعد ذلك إلى الاحتلال الفكري والسلوكي والارتهان الحضاري الذي يحول الإنسان إلى مجرد مسخ مطموس المعالم مع دوم الهوية سهل الانقياد لمن يحكمون العالم بلا أخلاق بالحديث عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بالسادة الكرام حسام سعد أستاذ علم الاجتماع في جمع الدمشق سابقاً وإسماعيل عرفة الباحث في العلوم الاجتماعية وهو كاتب في عدد من المنصات الإعلامية وعبر زوم من إسطنبول سمير أو صبري سميرا رئيس مؤسسة ميناء لتنمية المجتمعات الجديدة أهلاً بالضيوف الكرام جميعاً لو بدأنا من عبر الزوم من دكتور صبري بينما هذه ظاهرة المثلية تسمى في الغرب مثلياً ومن العرب من يقول بأنها هي اسم ملطف عن الحقيقة لها وهي تسمى في المخزون الثقافي العربية شذوذاً جنسياً نريد أن نبحث معك في دلالة اشتقاق هذا الاسم ماذا يعني أن تسمى في الموطن الذي نشأت منه هذه الظاهرة بالمعنى المتعارف عليه اليوم يعني بمحاولة تقنين هذه الظاهرة ما دلالة اشتقاق هذا الاسم يعني المثلية الجنسية في الغرب بالطبع نحييكم ونشكركم على هذه الحلقة الهامة جداً جداً بتحياتي للضيوف والمستمعين والمشاهدين الكرام طبعاً نحن نتحدث عن الظاهرة اليوم بأنها ظاهرة غربية بالصورة التي نراها ونشاهدها ونتابعها لم تعد القضية قضية فردية أصبحت جماعية بل مجتمعية ولم تعد الموضوع مقتصر على مكان معين أو جغرافية معينة أو قرية أو مدينة أو مكان أصبحت كأنها عالمية ولم تعد مسألة ممارسة بل أصبح لها عملية تقنين بهذا المعنى نعم هي من بعها الغرب ولكن إذا أردنا أن ندرس تاريخ ونتكلم بموضوعية التاريخ كله يشهد في كل الحضارات أن هناك من سجل مثل هذه الظاهرة وإذا أردنا أن نعود لتاريخنا الإسلامي من القرآن الكريم فنتحدث عن قوم لوط وهؤلاء لم يكونوا غربيين فأنا مجرد تأصيل للموضوع لكن الآن الذي يدفع بها نعم هو الغرب الذي يقنن الذي يجعلها مجتمعية إلى آخره ورغم ذلك هناك صراعات حادة جدا جدا في داخل المجتمعات الغربية لكن نعم أستاذ صبري يعني من الضرور تستوقفنا هذه النقطة هل هذه قضية ظاهرة الشذوذ الجنسي هي إفراز طبيعي لجوهر الفكر الغربي الذي يقوم على تقديس حرية الفرد دون اعتبارات أخرى سواء كانت قيامية أو أخلاقية وأنت ربما تعرف الأخلاق في الغرب الذي لم يتوصل إلى اتفاق محدد على الأخلاق حتى الآن في الغرب هل هي إفراز طبيعي لهذه الفلسفة الليبرالية الغربية أم أن هذه الظاهرة هي نزوة تدعمها بعض النخب ومن ثم هي لا تمثل المجتمع الغربي أو الفلسفة الغربية بالطبع الموضوع متداخل نعود للنقطة الأولى ونبني عليها الثانية فكلمة مثل هي من كلمة هومو هومو بلغة علمية بين قوسين تعني المثيل والمثل باي تعني اثنين فبقولوا باي سكشوال يعني ثنائي وهكذا متعدد إلى آخره إلى آخره فهما استعادوا عن الكلمة التي هم نفسهم الغربيين كانوا يستخدمونها ولا زالوا يستخدمونها موضوع كلمة الشذود حتى لا نترك النقطة الأولى هناك من لا زال في المجتمعات الغربية بحسب معتقداته يعتبرها شذود وهناك من يعتبرها بالمصطلح الجديد مثلي أنا ذهبت إلى أمريكا بال87 وجدتهم قبلها بعشرين بعد الدراسات قبلها بعشرين سنة بدأت هذه الظاهرة يعني بمعنى آخر بعد خمسين سنة وصلوا إلى هذه النقطة فالمسألة أخذت خمسين سنة حتى تتطور الآن إذا عدنا إلى الأصول النظرية نعم المجتمع الغربي مبني على قاعدة الليبرالية الحرية الآن ليست كل المجتمعات الغربية على نفس السوية لأن هناك النظرية وهناك التطبيق فكما أن هناك حرية للممارسات مثلا المثلية أو الجنسية أو المتفلتة أو غيرها هناك حريات للتدين وإلى آخره هنا ندخل في الصراع آخر مختلف عن أجوائنا التي نتحدث عنها في بلداننا هل هي إفراز للنظرية؟ نعم هي إفراز للنظرية وإفراز للتطبيق العملي لمفاهيمهم حول الحرية لأنه الذي يحاججك أنت تريد أن توقفني عن هذا السلوك الجنسي مثلا أو الديني أو الفكري وبالتالي أحق لي عند نقطة معينة أنا أفرض عليك وأمنعك فما الذي يفصل بيننا؟ هنا يعود إلى نظرياتهم بأن هناك حرية فردية مطلقة بعض الأمم والدول تأخذها إلى حدها الأقصى بأن حرية الفرد مطلقة حتى لو كفر بالذات الإلهية حتى لو مارس ما مارسها حتى لو عبرها حتى لو شتمها من هنا يأتي موضوع مثل حرق المصاحف وشتم رسول صلى الله عليه إلى آخره بعض المجتمعات الغربية تمنع مثل هذا الكلام هنا تحكم الديمقراطية وهي كيف نطبق الليبرالية بقرار أغلبية الشعب فأغلبية الشعب في بعض المجتمعات الغربية يختار الحدود القصوى من التحررية كما نسمع في بلدان مثل هولندا وغيرها وغيرها وبعض المجتمعات لازال عندها رصيد من التدين والأخلاقية في أمريكا مثلا خمسين ولاية نجد نصفهم شرع لهذه القوانين والنصف الآخر لازال يرفض وهناك صراع محتد ما بين من يتبعون الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري ومسألة إذا لا نستطيع أن نعمل على الغرب عامة أرجو المعذرة أستاذ سمير تحدثت عن التطور التاريخي لهذه الظاهرة وهنا أقتبس منك هذه الفكرة لأبني عليها وأسأل أستاذ حسام في الاستوديو الشذوذ الجنسي أو ما يسمى في الغرب المثلية كان قضية قيمة مثل كثير من القيم في الغرب للمرء أن يمارسها وللمرء أن يبتعد عنها بل حتى أن ينقضها لكن اليوم تحولت إلى حالة قانونية يعاقب من ينتقدها يعني أشبه بالمقدس هل يمكن القول بأن هذه الظاهرة التي كانت قيمة مجتمعية أو ظاهرة مجتمعية تحولت إلى أيديولوجيا في الغرب مثلا؟ مساء الخير أولا بداية أهلا وسهلا لم يكن الأمر كما ذكرت بأن هناك كان حرية في ممارسة عملية الشذوذ الجنسي كان هناك عقوبات كبيرة جدا بداية كانت للإعدام ثم السجن أحيانا مدى الحياة هذا قديما قديما حتى لمئة سنة يعني حتى الستينات في أوروبا كان يسجن لسنوات طويلة أنا أريد بس أن أعرج على نقطة تحدث فيها صديقنا لكن أعفوا أستاذ سعاد بسبب ديق الوقت أنا مهتم كثيرا بأن تجيبني عن سؤالي إذا ما كانت طبعا لك ذلك لكن باستصار الشديد أنا سأتوصل إذا ما تحول إلى أيديولوجيا تفضل تحديدا كلمة الآن يتم استداول كلمة مثلية بأدبيات الإعلام والخطاب الغربي لأنه هي مخالفة لكلمة أشذوذ أشذوذ تعني يعني ضمنيا كبنية لغا أنه هناك وجود مرض وبالتالي يستحق العلاج المثلية لا تعني ذلك المثلية تعني حالة تشابه الحالات الأخرى فأي الآن أي شخص أو أي كاتب أو أي إعلام يتحدث عن المثلية كشذوذ يحارب لأنه هذه ليست ظاهرة مرضية هذه ظاهرة واقعة وموجودة ومن هنا أصبحت أيديولوجيا رسمية بالخطاب الإعلامي الغربي ماذا يعني أن تكون هذه الظاهرة أيديولوجيا؟ بالمعنى العملي والقانوني والسياسي والمجتمعي ماذا يعني عندما تتحول قيمة عادية إلى أيديولوجيا مقدس؟ أنا أعتقد أن هناك في كل مرحلة من مراحل التاريخ البشري خلينا نقول تاريخ أوروبا والولايات المتحدة بشكل خاص في كل مرحلة كان تظهر بعض الحالات والظواهر وتعمم على دول العالم كانت مقبولة ببعض الأحيان يعني في الستينات كانت ظاهرة البتلز والمتشردين والتعاطي المريوانة والمخدئ لكنها كانت مقبولة إلى حد ما على اعتبار أنها ثورات شبابية ومخالفات للوضع السائد الآن الوضع أخطر لأنه يمس يعني بنية العلاقة الإنسانية الأولية الموجودة الفطرية الأساسية نحن نعتقد ونقر أن هناك بعض الإشكالات فيه أشخاص لديهم هوية جنسية لكن نحن نضعها في إطار مرضي لما نطلق عليها كلمة شذوذ الأمر ليس جيني الأمر أسبابه اجتماعية ونفسية يعني وقد يكون شيء بيزيولوجي يعزز بالدرجة الأولى وهذا حتى هذا الأمر توصل إليه سيسيولوجي وكان يعني معالم الاجتماع الأمريكي شهير جدا بالويت هايد في كتاب شهير جدا أنه جيناته التي جعلتني أفعل هكذا توصل إلى أن جينات ليس لها علاقة بأن يكون الشخص مثلي أو لا البيئة الاجتماعية تعزز هذا الموضوع وهذا ما يحدث الآن أنا قبل أن أتي إلى هنا طلعت للأسف على طفل في عمر الرابعة أهله يعني أمريكي عم بقول أنا تحولت وأنا يعني هومو سيكتشوال ويعني هذا اغتيال للطفولة وهذا قتل للطفولة كيف يستطيع الطفل في عمر معين أن يقرر أن يقرر هويته الجنسية في مرحلة معينة مع إمكانية بأنه بهذا العمر بهذا السن في قابلية جدا للعلاج مدام المنشأ هناك نفسي أو ثقافي أو ضمن البيئة المحيطة نعم نقاط مهمة أثرتها وسأعود لأبني عليها وأسأل بعد قليل ضيفنا الأستاذ صبري أسميرا لكن قبل ذلك أستاذ إسماعيل يتعامل في الغرب مع قضية الشذوذ الجنسي على نطاق واسع لأنها تعبير عن حالة بيولوجية يعني مرتبطة بالتكوين البيولوجي أو التكوين الجسدي للإنسان إلى أي مدى تثبت هذه الرواية في مقابل آراء علمية أخرى في الغرب تنقض هذه الرواية من أساسها وكما أسلف الأستاذ حسام قبل قليل بأن هناك عالما أمريكيا شهيرا وكبيرا نقضى قضية الجينات صحيح حياكم الله وقزاكم الله خيرا على استضافة شرفت بكم دكتور حسام الضيوف دكتور سامري سبيرة الحقيقة يعني الحجة بتاعت أن الجينات أو أن السبب البيولوجي هو الذي أدى لشذوذ أو للمثلية جنسية هي حجة تروج منذ مثلا السبعينات منذ ثورة جنسية واشتعالها في أمريكا لكن مع تقدم الأزمنة ومع تطور البحث ومع ظهور جماعات معارضة جوة اللوبيهات بتاعت الأكاديميا وبتاعت الجامعات وبتاعت البحث العلمي ابتدت تظهر روايات متناقضة أو مناقضة لهذا الطرح إنه والله لو الجينات هاي اللي جعلتني أفعلها طيب أين الجين؟ أين الجين اللي خلينا نكتشفه؟ من حوالي أربع سنين طلع خبر كده The gay gene has been revealed يعني الجيش يعني الجين الذي مسؤول على الشذوذ الجين الشذوذ كشف أمره وكان خبر على مجلة نيتشر وإن هو بقى فاتح مبين للعلماء وكده لكن اكتشف أن ده غراء يعني وفي الآخر البحث يعني طلع فيشنك كزي ما احنا بنقول يعني في لحظة أخرى يقال أنه لماذا ليس مصريا فيشنك ماذا تعني؟ يعني فيشنك يعني يعني شيء لا قيمة له لا قيمة له نعم في خط أخر من الحجج يستخدمون أيضا حجج الحيوانات يقولون طبعا وبعض الحيوانات عزكم الله تمارس هذا السلوك المثلي فهو طبيعة فينا فإحنا طبعا كان بيبقى فيه رد مباشر يعني قبل البحوث وقبل كده بيقول طيما فيه مثلا عناكب بتاكل عناكب بناتها فيه أسود بتاكل غزلان نمشي بقى ناكل بعض في الشارع وناكل ولد يعني العملية تستقيم يعني فمجموعة الحجج التي صيقت لي الترويج لهذه الأجندة وهي كلمة أجندة يعني هناك الكتاب نفسهم اللي بيقولوا أنه نحنا بندافع عن النشدوذة أو أنه نحنا نشطاء في الشصوذ هم نفسهم بيستخدموا كلمة الأجندة أور أجندة الأجندة بتاعتنا أن نحنا نقنع الناس أن الموضوع ده صحي وأن الموضوع ده طبيعي وبالعكس تماما ده ظهر أن الموضوع بيتسبب في وباء في الإدز في الولايات المتحدة ظهر أن الموضوع بيتسبب في أوبئة من السرطانات سرطان البروستات أو سرطان الثادي وغيره بيتسبب في موضوع يعني كمية أمراض خطيرة استيديز الأمراض الجنسية وكذا لا الموضوع طالع مش علمه ومش كذا وإنما هي أجندة بتمرر عبر اللوبيهات وعبر منصات معينة لا أكثر طالما أنه ليس علمًا وهنا أسأل في إسطنبول الأستاذ صبري سميري طالما أنه ليس علمًا وهناك آراء علمية ناقدة لقضية علمية أو بيولوجية الشذوذ الجنسي يعني هناك مفاهيم كثيرة مولدة حضاريا ومجتمعيا في الغرب قضية الجندرة قضية النسوية والآن قضية الشذوذ الجنسي وتقنينه بالمناسبة هذا يثير التساؤل عن القوة الخفية التي تقف وراء توليد هذه المفاهيم المجتمعية وإعطاها الزخم اللازم ودفع بها عالميا خارج الحدود الغربية من هذه القوة التي تقف وراء هذا يعني هذا يعيدني لما بدأت به بأنني وصلت أمريكا 87 وكانوا بعد دراستي لحالتهم قد بدأوا قبلها بعقدين أو أكثر وعاصمتهم كانت سان فرانسيسكو في أمريكا ثم أصبحوا الآن في ولايات كثيرة هم لا يشتغلوا بالخفاء هذه نقطة يعني أحاول أن أوصل رسالة للمشاهد العربي قد لا نستوعبها هم عملوا في العلن وقطعوا مراحل عملوا بتنظيم عملوا باستراتيجية عملوا بأجندة عملوا بمشروع لكن هم لم يكونوا في الخفاء على العكس من هم أستاذ صبري؟ هم الذين يسموا أنفسهم مثليين وصولا إلى ال جي بي تي كيو يعني أصبحت أحرف طويلة جدا ضموا آخرون لهم أو آخرين لهم اللي هم كل واحد يعترض على فكرة أن هناك ذكر وأنثى فقط هذان هما الجنسان فقط كل واحد يتكلم عن أنواع أخرى اللي يسموها الجندرية الجندر الجندر غير كلمة جنس الجنس هو ذكر وأنثى حتى بالمصطلحات العلمية الفيزيائية العفوة البيولوجية والمنهجية والبحثية حتى عندهم هم لا يستخدموا كلمة ساكس يعني في الماضي كان يكتب على أي طلب رسمي يور ساكس ما هو جنسه تكتب ميل في ميل ذكر أنثى الآن كثير من هذه الدول والولايات وغيره تضع يور جندر فهنا يبدأ تعديد الأنواع المختلفة سيد صبي أنت ذكرت نقطة مهمة بأنهم يشتغلونها في العلن هذا قد يكون مفهوما في دولة لبرالية ديمقراطية تتيح حرية العمل في شتى أنواعه للملأ لجميع المواطنين الأمريكيين لكن من الذي أوصل هذه الفكرة إلى هذا القوة من الزخم بحيث أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هذه الظاهرة وتجرم من يرفضها من الذي أوصلها إلى هذا المستويات العليا؟ هنا يأتي الخلط الذي أنا حاولته من البداية لأني أعرف أننا سنصل إليه الولايات المتحدة كدولة هي حكومها الأغلبية هذا عرجت عليه الأغلبية تسعى بحسابات سياسية ليس كل من سمح بهذا القانون هو مثلي يعني مثل هوموساكشوال الذي شرع هو المشرعون أنت لازم تسأل لماذا يشرع المشرعون مثل هذا حتى أنهم فرديا لا يمارسونها ولا يشجعونها بل ينتقدوها لأنهم واحد يحتكموا للنظرية بأن هناك حرية وحماية للحقوق الفردية والحريات الفردية فيجب أن نطبقها للجميع للمسلم وللأرثوذكسي اليهودي وللكاثوليكي ولكل من أراد ما هب ودب طيب هو الذي حصل الآن في الغرب هنا يبدو الفارق الذي يجب أن نشدد عليه هم انتقلوا من هذه المرحلة كانوا في البداية يطالبوا بحرياتهم ثم أصبحوا يطالبوا بما يسمونه حقوقهم كمواطنين متساوينين لا أحد يضربهم لا أحد يقتلهم لا أحد يتعرض لهم لا يحرموا من الوظائف مروا الآن هم جاءوا إلى فترة يشرعوا قوانين بحكم نفوذهم السياسي حتى أجيب مباشرة على سؤالك هم اشتغلوا بالعلن وعملوا لوبيات وضغط وتصويت وحراك ودخلوا في الجامعات ونشروا في البحوث ونشروا في الإعلام وتحالفوا وتكتلوا إلى آخره يعني بمعنى آخر لو أردت أن أعكس الكرة على الذين يرفضونهم في الغرب مسلمين ومسيحينين متدينين وغيرهم أن يقوموا بنفس الأفعال يتنظموا ويؤثروا ويشرعوا ويقونوا وينجحوا المرشح الذي يشرع لهم القوانين هذه طبعا تعيدنا القصة كبيرة جدا مفهومنا للسياسة السياسة عندنا هي الوزراء والملوك والحروب وإلى آخره لا السياسة تؤثر علينا من رباط حذائنا حاشاكم إلى القمر الصناعي ومن الدواء إلى غرفة النوم هم الآن دخلوا إلى غرفة النوم لأن السياسة في النهاية يشرع لك الأحوال المدنية وكل شيء فالذي لا ينتبه إلى هذه المسألة يتركوا الأمور خلينا ناكل ونشرب ونعيش وندبر أمورنا أتكلم عن سبعة مليون مسلم في أمريكا مثلا وفي الغرب خمسين مليون مسلم في أوروبا إلى آخره طيب هؤلاء مجموعة بدأت بسيطة منبوذة كما ذكر ضيفنا مقموعة مقتولة مشردة مهانة ممنوعة من الجيش لماذا وصلوا هنا السؤال ليس لأن هناك مؤامرة أريح بالك ليس لأن هناك جهات خفية ليس لأن هناك ماسونية تنفق عليها لا يا سيد هم ينفقوا من أوقاتهم وجهودهم هكذا هو السيستم الذي يتحركون فيه وبالتالي الذي وصلوا إليه هو بسبب حراكهم لو أخذنا الآن هذه الظاهرة طبقناها على عالمنا العربي والإسلامي بما فيها تركيا العزيزة هؤلاء إذا اشتغلوا في السياسة وفي الإعلام بالفكر بالدراسات والبحوث وكتبوا وعبروا إلى آخرهم لا تتفاجأ إذا وجدت نفس هذه المجموعات في كل هذه البلدان التي الآن تعتبرها محصنة وإلى آخره وأنا ذكرت أيضا من البداية أن كل المجتمعات مرت عليها هذه الظاهرة لكن كانت فردية وليست جماعية ليست مجتمعية ليست مقننة ليس مؤصل لها نظريا وبالتالي النفوس البشرية قد تنحرف كيف ترد عليها؟ بالقمع بالشتيمة ربما له حديث آخر وهو سنبحث هنا قصة أخرى نحلل الأسباب وأنا عربت عليها وكيف تطوروا ثم كيف أنت تتعامل معها لأن أولاد الجميع في العالم كلهم معرضون لهذه الظاهرة الخطيرة فليس حدا بمنأ عنها ولم يصدرها أحد لأحد هي تنمو في داخل مجتمعاتها وأصبحنا اليوم في قرية عالمية وهنا أختم كلامي وقرية رقمية فإذا لا تقول لي صدرها وما صدرهاش إحنا كلنا نتحرك ونسمع أولادنا يسمعوا عن هذا الكلام يوميا في كل مكان أينما كانت في الكرة الأرضية نعم بعدما تحدثنا عن هذه الظاهرة حان وقت الحديث عن تأثيراته على المجتمعات العربية التي ربما تصنف ضمن المجتمعات الرخوة من الناحية الحضارية والفكرية نبحث تأثيرات هذه الظاهرة على المجتمعات العربية بعد وقتة قصيرة هنا بوتقة الحضارة ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى خسيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات مجمة الآن أصبحت سبعة آلاف سنة اشتركوا في القناة والحم الله ما زلنا معا في الحديث عن القيم الغربية ومنها ظاهرة الشذوذ وأثرها على المجتمعات العربية سريعا أذهب إليك أستاذ حسام ما مضى حضور هذه الظاهرة في المجتمعات العربية؟ قبل ذلك أنا أود التنويه لنقطة يعني موضوع الهوموسيكسيوال والمثلية والشذوذ أي كانت التسمية بالأساس هي قادمة من جزر فلسفية في الفلسفة الأوروبية والأمريكية هناك منذ الخمسينات أصبح هناك بين قوسين عملية غياب السلطة الإلهية ما أسموه بالفلسفة الغربية قتل الله فبالتالي غياب المعيار الأخلاقي معنيتش الفلسوفي وغيره أيضا آخرين في غاب المعيار الأخلاقي أصبح هناك حدود ليس هناك حدود واسعة يعني محددة لمسألة السواب والعيقاب ومسألة حروريتي بتنتهي عند جانب ديني الحسن والطبيح بالضبط تماما هذا الكلام لا ينطبق علينا في المجتمعات العربية والإسلامية إلى الآن لا تزال يعني الضامن الرئيسي للمجتمعات العربية هو وجود نصق الديني المبني على المؤسس على الأخلاق بغض النظر عن موقفنا منها طبعا بس مؤسس لنمط العائلة العربية لنمط الأسرة اللي هو حورب من ثلاثينات بأوروبا مع ظهور الحداثة وإلى الآن يستمر تهميش وغياب موضوع الأسرة العربية تأثيره أعتقد أكيد رح يكون تأثيره كبير لأنه من النهاية نحن في عالم موحد الآن التكنولوجيا أعتقد فعلت فعل الشنيع في هذا الإطار هذا لا ما بيعني أن يضب التكنولوجيا لكن الانتشار الواسع وجود نمازج مختلفة قبول الآخرين بالطريقة لا والدفاع عنهم بشكل كبير جدا وتجريم حتى من يرفض الموضوع وهذا أيضا أساسا هذه نقطة مهمة يخالف أساسا الفلسفة الغربية القائمة على الحرية ممنوعا تقول أنا لا أقبل فلان هذا يعارض المبدأ الرئيسي للحرية هم موجودون ليست هناك مشكلة لكن بالنسبة لي أنا لا أقبلهم مثلا لا أقبلهم ممنوع هذا الكلام أجرم في هذا الإطار هذا يتعرض حتى من مبدأ الرئيسي للدموقراطية أو للحرية الفكرية الموجود إليه يتسرب إلى الدول العربية والدول الإسلامية بشكل طبيعي وإحنا خلينا نكون يعني واقعيين هذه الظواهر هي موجودة عندنا يعني سابقاً وتاريخ الحضارات كله موجود سابقاً حتى في بعض المثولوجيا يعني العربية قلقامش على سبيل المثال بين قلقامش وأنكيلو في أشياء إذا رجعنا لها حقيقة موجود إشارات لبعض العلاقات المحرمة لكن ما كانت يعني روج إليها ظلت في بيئة في سياق هي مخالفة النسق السائد أو المعيار المتفق عليه اجتماعياً ودينياً معزولة ومنبوذة يعني يعني إلى حد ما ينظر إليها أحياناً كمراض أو ينظر إليها كخروج عن النص لكن الآن أصبحت للأسف يعني بالوطن العربي هي ظاهرة موجودة ظاهرة تحولت إلى ظاهرة أنا أعتقد طبعاً يعني الآن أنا في مصر مجتمعات المين في سوريا في لبنان صارت جمعيات دائماً في الدول التي هناك إمكانية مع دعم خارجي جميعاً من خلال اليومين قرأنا قد تكون هناك عقوبات على أغندا بسبب وجود قرار بمنع عقوبات دولية دولية هذا الأمر يعني هذا الأمر يجعلنا نتساءل سؤال آخر من الأجدى بالدعم نعترف طبعاً بأنه هي فئات هشة اجتماعياً هويات جنسية معينة في مرض معين بس من الأولى بالدعم الآن هل هل هذه الفئات أم فئات المهاجرين والفئات المعتقلين والفئات يعني التي تعاني في بلدانا يتم يعني إهمال كل الأشياء الأخرى مقابل دعم هذه الفئة تصحق الدعم ولكن ليس بهذا التركيز إذا كنت أنت لاجئ ولكن لاجئ مثلي أنت لك أفضلية عن اللاجئ العادي هذا الأمر حتى يخالف قوانين حقوق الإنسان يشعر أن هناك أجندة كما قال أخوالي إسماعيل طبعاً بالنهاية لا أستطيع أنا يعني كسيسيولوجي أقول سبب معين هو يعني هو المتغير الرئيس لكن أنا أعتقد جملة متغيرات من ضمنها أعتقد نوع من الموارد البشرية أنا يعني اليوم صرح مثلاً أحد النواب في الكونجرس أنه في عام 2050 سيكون لدينا أعداد هائلة جداً من السكان علينا من الآن نعرف مين بدنا نرعى لمن نرعى بمعنى هناك خطة أيضاً للتخلص من السكان حسب نظرية مالتوس القديمة بأنه هناك تشاؤل الحروب هي مفيدة لأنه تقلل العدد وتوازن بالموارد البشرية والموارد الطبيعية أعتقد يعني ممكن بهالإطار ممكن تقرأ إضافة ل بعض المسببات اللي إحنا ممكن نكتشفها بعض السنوات نحن الآن عم نكتشف بعض الخطط وبعض البلامج اللي كانت موضوعة سابقاً بالخمسينات والستينات عن مستوى سياسي أو ثقافي أو إديولوجي حينما تتحول إلى ظاهرة مجتمعية كما قدر أستاذ حسام فعن أي نوع من الإنعكاسات على بنية المجتمع العربي يمكن أن نتحدث إحنا محتاجين الأول نشوف هذه الظاهرة موجودة فين يعني سواء اتفقنا أن هي ظاهرة أم غير ظاهرة أين نرصد هذه يعني ده اللي هم المشاهد فين نرصد دخل المجتمعات العربية نلاقيها فين باعتقادي وبتجربتي يعني مع مثل هذه المجتمعات أنه ظاهرة ظاهرة الشذوث في العالم العربي هي ظاهرة شلالية بمعنى ظاهرة شلالية بمعنى أنه في شلال في مجموعات منفصلة من النشطين بيتسموا من العاملين في المؤسسات المجتمع المدني من منصات السوشيال ميديا إلى آخره هذه الشلال يعني تمارس نوع من أنواع المحاكمات على كل من لا يتفق مع الأجندة بتاعتها وبالتالي أنا لما أجي عندما أتي وأفكر كيف مثلا تؤثر هذه الظاهرة في المجتمع العربي لابد أن أنظر من أين تنبع ابتداء فلما أرى هذه المجتمعات مؤسسات المجتمع المدني والنشطين وكذا مقاصل بتقام لكل من يعرض أجنداتهم يعني أتذكر مرة في إحدى مثلا الحوادث المؤخرا منذ أقل من شهر يعني أحد النشطين المعروف بقربه من النشطين والمؤسسات المجتمع المدني واليسار العربي وإلى آخر هذه المجموعات قال رأيا يعني خالف فيه هؤلاء الشلل يعني كما نسميه أقاموا له ما أشهر بالاستتابة يعني خلوه في نهاية المطاه أجبروه على التراجع عن رأيه فقط لأنه لا يتفق معهم يعني ولذلك طغيان هذه الخطبات الدعمة للشدوذ في العالم العربي تنعكس على الأفراد بقى في مستويين بتقديري المستوى الأول هو مستوى حالة من ممكن نسميها مثلا الانهزام أمام هذا التشبيح يعني تخيل مثلا والكلام ده مهم للمشاهدة العربية وللمشاهدة العربية المنصات السوشيال ميديا تحكمها كلها أجندات دعمة للشدوذ مثلا العبد لله أنا كتبت عدة مواد على عدة منصات كلها يعني تضحد حجج الشواذ ويعني تضحد أو تناقض الأجندة بتاعتهم 90% من الموادية حضفت من كل المنصات وبعضها حضف والمنصة التي نشرت هذه المواد منعت تماما أنها تعمل أي حساب تاني على السوشيال ميديا فلذلك أي واحد بيدخل السوشيال ميديا لا بد أن ينتبه لهذا والأم والأب اللي أولاد وعندهم حسابات على السوشيال ميديا لا بد أن ينتبه لهذا فهي بتنعكس على حالة الانهزام قدام هذا التشبيح وبتنعكس بقى على الحالات الفردية التي نراها ترمز كحالات نضالية تجد مثلا فتاة أو شاب بيعلن أنه مثلي ثم يصبح رمزا للنضال ورمزا للمقاومة طب يا أخوانا أين النضال الحقيقي أين النضال ضد الصهاينة أين النضال ضد الظلم أين النضال ضد الطغيان أين الدعو إلى الله عز وجل كل ده بيهمش في مقابل أن واحد أعلن يعني ما يحبه في غرفة نومه أصبح هذا هو رمز النضال بالمناسبة قد أجدت البيانة في اللغة العربية الفصيحة وأنا أدعوك للمواصلة في هذا ضمن البرنامج أشكرك أعود مرة أخرى إلى إسطنبول أستاذ صبري يعني حينما كما تحدث إسماعيل في الستوديو عن أنها تحظى بهذه القوة وبهذا الدعم الكبير وبهذا التجريم لكل رافض وحينما يكون هناك زخم دولي عالمي وراء هذه ظاهرة ظاهرة الشذوذ الجنسي إلى أي مدى هذا سيترك أثرا كبيرا أو متوسطا أو حتى محدودا على بنية التصورات الأخلاقية لدى الإنسان العربي فيما يتعلق بالقيم الغربية الوافدة لا أسمعك طيب طيب يعني أبدو أن هناك مشكلة فنية من المصدر هذا السؤال أحيله لأستاذ حسام يعني هل من الضرورة أن تتحول هذا الزخم العالمي وهذا التعميم تعميم نمط التفكير وتعميم السلوك تحت تأثير قوة الدعاية وتدفق الأفكار الغربي لمجتمعات عربية يعني علينا أن نكون صارحين بأنها متلقية ولا تنتجوا أفكارا هل يمكن أن يتحول هذا إلى تأثير على بنية التصورات لدى هذا الإنسان العربي تحت ضغط الآلة الغربية كيف يكون ذلك ربما لكن أعتقد بنية المجتمع العربي قائم بالدرجة الأولى على الوحدة الرئيسية وهي الأسرة وهذا أعتقد لغم كل المشكلات يعني يعاني منا المجتمع العربي وبنية المجتمع العربي لا تزال الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولية التي قادرة أن تربي أطفالها وأولادها بمعتقدات ومفهيم حتى لو كانت الأسرة غير متدينة لكن الأخلاق والقواعد اليومي والمعيير بشكل طبيعي قادمة من الدين وتحديدا الدين الإسلامي هناك كثير أشخاص صراهم ليسوا متدينة لا يصلون لكن أخلاقهم هي أخلاق من سجل ممعدية هي نفسها أخلاق لأنه هي عملية يعني تشرب ثقافة قواعد أخلاقية رئيسية أنا أعتقد وإن كان ثمة من يقول بأن هذه القواعد تخلخل من جذورها في زمننا هذا هناك محاولات لكن أن الآن بعد قرون لم يتم هدم مفهوم الأسرة العربية الآن الخروج يعني خروج اللاجئين العرب من ضمن السوريين ومن وصلوا من الدول القامعية اللي عم نعيش فيها قد يؤثر عليهم بالاختلاط مع أوروبا من ناحية وقد يعمل يعني أعتقد يعني نقوس بشكل مختلف نحو ارتدادات حول أهمية الأسرة يؤثره بالطبيعي يؤثره سيؤثر بتحديدا بالفئات الفتيان والشباب اللي بالأساس تحديدا هذه الفئة تسعى دائما للتمرد والاختلاف قد تجد في هذا المجال فرصة للتفرد وهوية جديدة حتى أحيانا لو لم يكن كذلك سابقا كان هناك وجميعنا يذكر مرحلة في الوطن العربي مرأة المخدرات كانت هي السائلة مرحلة مرأة الموسيقى الغريبة يعني كمان تمثل الآن هذا ترند أو أصبح نوع من البروكباجندا بسهم على الأقل أو هو جاذب على الأقل للفتيان هاي أعتقد مسؤولية يعني مسؤولية مجتمعية أعتقد سنتحدث عن هذه المسؤولية لكن أشرت إلى الفئة الأضعافي ربما يكون هذا من منظور غربي وهي الأطفال وهنا أسأل الأستاذ صبري في إسطنبول ربما يكون بسبب نمط الحياة في الغرب أن الفئة المستهدفة هي قد تكون الأطفال لكن ماذا عن الحالة العربية بحسب هذه الظاهرة من هي الشريحة أو الطبقة المجتمعية الأضعف من خلال مواجهتها أو تعرض لهذه الظاهرة برأيك كنت أقول بأن عالمنا العربي للأسف يموروا في كوارث كثيرة جدا متعددة هذا التخبط الذي يحدث في موضوع أنظمة الحكم والاستبداد والفساد ينعكس على كل شيء فمدام الفرد تنعدم لديه الحرية في اعتناق ما يعتقد وفي التعبير عن ما يريد من منظوره مثلا العربي أو الإسلامي أو إلى آخره فهناك يحدث نوع كما يقال بالإنجليزية يعني عملية سحق وخنق وبالتالي تفتح البوابات لكل أنواع الأفكار المتعددة الآن أنظمة حكمنا في معظمها تحاول أن ترضي حكام العالم اللي هم على رأسهم حكام الغرب هؤلاء يغيرون قوانينهم بالطريقة التي شرحتها بأن هناك مجموعات فاعلات تغير القوانين والتالي عندما يصبح الآن لزاما على الدولة الأمريكية تنفيذ شيء أو معاقبة أحد أو دعم أحد بناء على هذه المعايير القانونية التي سنها هؤلاء الذين تحدثت عنه نعود لأنظمتنا الحاكمة فهي من أجل المساعدات التي تأخذها مضطرة أن تفتح البوابات لكل أنواع الجمعيات الخيرية والإنسانية والإغاثية والمدنية وغيرها وغيرها لا تسمح بالمجال لكثير من المؤسسات المجتمعية الحقيقية إذن من هي الفئة الأضعف في المجتمعات العربية في ظل الوقع الذي تتحدث عنه؟ أكيد هم الأطفال وأكيد هم الشباب الشباب يريد أن يعبر ويريد أن يتمرد كل الدراسات السيكولوجية والاجتماعية وغيره لكن أنا أريد أن ألفت النظر كما أن الحكومات مسؤولة التيارات بين قوسين المتدينة والإصلاحية والأخلاقية مسؤولة هي الأخرى قد دخلت في متاهات وفي عراكات وكثير منها نسي فكرته الأصلية الدعوة والرسالة والتربية والتزكية وإلى آخره لذلك لا نبالغ إذا قلنا أن هناك ردة عن الدين في العالم الإسلامي في أجزاء مختلفة وردة عن الأخلاق ومن خلالها تحدث هذه الاختراقات إذن الموضوع الأقل إرتباطا بالدين أو بالتربية أو بالأخلاق وغيره منهم؟ أكيد الأطفال والشباب الذين يتعرضون لكل وسائل الضغط والاجتماع ولكن الأستاذ حسام قبل قليل تحدث عن أن ما زال القيم الدينية القيم العربية الأصيلة ما زالت إلى حد ما حاكم في المجتمعات العربية وهنا أسأل إسماعيل في الحياة العربية في المجتمعات العربية هل تلحظ ما يوحي لك بأن هذه المجتمعات ما زالت محصنة من هذه الظاهرة؟ يعني التحصين بمعنى الأمان التام والكامل لا أعتقد أن ذلك موجودا وليس موجودا في أي بوقت حتى في الدولة التي تناهد المشروع الغربي مثل الصين وروسيا هم نفسهم لا يأمنون مثل هذه الهجمات ويسنون مجموع من التشريعات والتقنينات المتعلقة بحماية المجتمع بتاعهم ضد هجمات الشدود وضد بروباجندا الشدود فالمجتمع العربي هل هو محصن؟ لا أعتقد ذلك هل الدين هو المكون الأساسي والحصن الأساسي؟ بالطبع وخلال آخر دراسة برومترية أجرتها شبكة البي بي سي منذ 2019 هي تجري يعني دراسة مسحة كده لحالة التدين في العالم العربي كل سنة أو كل سنة فمنذ 2019 إلى 2023 مستوى تدين الشباب ومستوى تدين العرب في ارتفاع بغض النظر عن شكل هذا التدين وكيف يتشكل كيف يظهر نفسه في المجتمع وإلى خيره فهل هذا مؤشر على أن هناك نوع من أنواع الحصانة أو نوع من أنواع المناعة ضد شدود بالتأكيد هو عمل مساهم في هذا الأمر لكن هذه المحصنة يعني أنت ترى أنا بسبب إقبال الشباب على تدين الآن مع العلم بأن هناك إقبال على الحاد أيضا في المجتمعات العربية لكن مع ذلك إذا ما قلنا بأن النسبة الغالبة تتجهي للتدين هل يعصم هذا هذه الظاهرة التدين المجتمعات العربية من الانكشاف أمام هذه الظواهر لا أعتقد يعني لا أعتقد ذلك لأن وسائل التواصل الاجتماعي يعني وما تبثه من أفكار ومن أنماط للحياة عند الأباء والأمهات وعند الأبناء أعتقد أنه يعني كاسح يعني يعني نحن نرى ظواهر اجتماعية مثل الفردانية والشدود الجنسي والحياة كما تفضلت حضرتك نرى الآن أباء وأمهات لا يعتنون بتربية أبنائهم ولا يعرفون أي شيء عن أبنائهم فتسأل الأمة أو تسأل الأب شو ابنك بيعمل في السوشيال ميديا شو المجموعات التي يدخلها شو المجموعات التي يتفاعل معها شو الأصدقاء والأصحاب الذي يكلمهم ويصهر معهم وكذا لا يعرف شيء الأمة منشغلة مثلا بمطبخها أو بالنادي بتاعها أو بكلام مع صديقاتها الأب منشغل في عمله وفي تحصيل لقمة العيش ومتمركز حياته أو تتمركز حياته حول ذلك هذا النمط جديد للحياة في الأسرة العربية للأسف هذا الأمر على المدى البعيد أعتقد أنه لن يتحمل مثل هذه البرباجاندة الشديدة والقارصة طيب أستاذ حسام كل المجتمعات من الطبيعي أن تبحث عن تحصين هوياتها وتحصين نفسها في الحالة العربية من هو المكلف واجبا بحماية المجتمعات العربية أو بتقديم نوع من الحماية لحماية القيم ومنظومة الحياة ومن القادر على ذلك باعتبر أن ربما صاحب الواجب لا يريد أو لا يستطيع إذا ما استثنينا لمؤسسات الدولة والمتعلقة تحديدا بمؤسسات العربية نستثنيها لأنها لا تريد أم لأنها لا تستطيع لأنها قد تكون مربوطة أحيانا لا تستطيع نفس نظن بها ونقول لا تستطيع لا تستطيع ربما أحيانا تريد ولكن مساعدات من أمريكا تجعلها تعاكس يعني تقدم خطاب آخر إذن من يسد هذه الثغرة أنا أعتقد لدينا في يعني أكثر من جهة ضمن إمكانيات التحرك يعني نحن نفتقد بمجتمعات العربية لمجتمعات الأهلية لن أقول مشتمعات مدنية لأن أصبحت كلمة لحد ما توثير أحيانا اللغط لكن نحن في مجتمعات أهلية غير موجودة وغير فاعلة هناك تجربة تركية أتمنى أن تكون موجودة في الدول العربية اللي هي عمل الأوقاف والهيئات الدينية التي لا تستهدف عملية تشريبك الدين بشكل مباشر ولكن تقدم لك خدمات علاجية وخدمات اجتماعية وثقافية ولكن عفوا أستاذ حسام وأنت أستاذ علم الاجتماع قد يقول لك القائل وأرجو الاختصال لأنه لم يلدينا إلا القليل من الوقت قد يقول لك قائل أن بنية المجتمع التركي مختلفة عن العرب لأن المجتمع التركي قد لا يقبل الدين بشكل مباشر بسبب تراكم الحال العلماني فيه بينما العربي بالفطرة متدين فكيف يمكن إسقاط التجربة التركية على المجتمع العربية؟ أنا لا أريد أن أقول إسقاط أنا أقول التجربة بهذا الإطار فقط لأن المؤسسة الدينية في الوطن العربي هي محكومة من السلطان فهي لا تستطيع التحرك ففي التالي أنا لا أستطيع التعويل عليها لهيك ممكن نعول على المجتمعات الأهلية أو تجمعات الأهلية فقط في هذا الإطار يعني أعتقد هو المكان الوحيد سيما إذا كانت الدولة هي مرتهنة يعني مرتهنة لمشروعات أو لقروض خارجية من الشروطة أحيانا قبول هذه المجموعات ودعمها بذات السيغة طيب أذهب إلى الأستاذ صبري وألتمس منك الاختصار لضيق الوقت هذا في ظل الانكشاف السياسي والفكري والحضاري للعرب هل ثمت تدابير ووسائل محددة يمكن من خلالها درأ أخطار هذه الظاهرة عن البنية الأخلاقية للمجتمعات العربية والله أنا أتكلم عن تخصصي ومجالي ورؤيتي وأقول لا بديل عن الحرية 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 أن الإنسان يعيش وفق قناعاته ومبادئ الحرية التي منحنا الله إياها الحرية التي يجب أن نبنيها في بلداننا كل ما يحدث سواء كان زورا أو بهتانا أو دفعا أو أجندة أو غيره لو توفرت شعوب حرة لكن الحرية موجودة في الغرب وأثمرت لأن هذه الظواهر الجندرة والنسانية نعم هم عكسوا ثقافتهم وتطورها ونحن في مجتمعاتنا نعكس ثقافتنا وديننا وتطوراتنا لكن الذي يفرض علينا الآن هذه المجتمعات أو هذه التوجهات لغري وعكس كما تقول إرادتنا أو طبيعتنا أو فطرتنا أو غيره وكثيرون سوف يخالفوك الذي أقوله رب العالمين استخلف الإنسان في هذه الأرض وعطاه الحرية المطلقة فمن البشر اختار هذا المثل قديما قلنا قو ملوط وجاء الآن تيارات جديدة في النهاية أنت تربي جيل لجب أن يكون قوي وتمكن من الحقيقة التي يملكها تربيه تزرع فيه من الذي يربي؟ من القناة التي تربي هذه الأجهزة؟ الذين أشار عليهم الأستاذ الدكتور حسام الأب والأسرة والمشايخ والعفاعلين الخير عندنا كثير في هذا المجتمع من الأشخاص هل يمكننا القول أن المجتمع العربي يمتلك القدر الكافي من الوعي في خطر هذه الظاهرة؟ إذن فعلى الذين ينشغلون بالإصلاح والتغيير أن يركزوا على الإفباء أولاً ويعيدوا ترتيب أولوياتهم وفق الأولويات هنا مشكلتي بدل العراكات السياسية والربيع العربي لأن أنا تخصصي أنا أدعو للربيع العربي بس أقول لهؤلاء الذين دخلوا ربيع العربي ولم ينجزوا خليكم في تربية الفرد والأسرة والإنسان والعائلة وتخصصوا ووزعوا أعمالكم حتى نصل إلى شيء على الأقل نحل مشكلة من المشاكل الجميع مدعو فرداً ونخباً وجماعات وتيارات ومفكرين وباحثين أن يعيدوا ترتيب أولوياتهم وأن يتخصصوا وأن لا يتصدوا إلى كل أنواع المشاكل ويريدون أن يحلوها ويفرضوا أن لديهم الحل هم لا يحلوا حتى مشكلة الإفباء في مجتمعاتنا فنحن نواجه خطراً وصلت الفكرة وأشكرك شكراً جزيلاً معذرة مشاهدين الكرام ختاماً لا يسعوني إلى أن أشكر ضيوفي الكرام في الستوديو مع حفظ الألقاب حسام سعد أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق سابقاً وإسماعيل عرفة الباحث في العلوم المجتمعية وكان معنا عبر زون من إسطنبول صابري سميرا رئيس مؤسس ميناء لتنمية المجتمعات الجديدة الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة